مجز لهم الأنباء أعلن الحوثيون أسقط طائرات أمريكية مسيرة في محافظة صعدة واستهداف سفينة تجارية في خليج عدن وقال المتحدث العسكري باسم الحوثي ناحية سريع أن جماعته أسقط الطائرة المسيرة أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ أرض جو في أجوام محافظة صعدة مشيرا إلى أنها السابعة من نوعها التي تسقطها جماعته وأكد سريع استهداف سفينة جروتون في خليج عدن بعدد من الصوارخ الباليسية مؤكدا استمرار الهجمات على السفن هدد حلف قبائل حضرموت بخطوات تصعيدية بتزامن مع مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للمحافظة بعد أسبوع من زيارته جاء ذلك خلال زيارة رئيس الحلف عمرو بن حبريش لعناصره المنتشرين في بعض المواقع بهضبة حضرموت متوعدا بتنفيذ خطوات تصعيدية أكبر حد وصفه وكان الحلف قد بدأ حجد مسلحيه في مناطق الانتاج النفطي ونصب نقاط على مداخل الشركات في منطقته الهضبة والخشعة بالمحافظة عقب انتهاء المهلة التي حددها للمجلس الرئاسي لتلبية مطالبه في تحسين الأوضاع القدمية والتعليمية وإشراك حضرموت في التسوية السياسية هذا وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد أعلن البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء محطتين للطاقة الكهربائية بقدرة 100 ميجاوات منها 50 للساحل ومثلها لالوادي بتمويل من الحكومة والسلطة المحلية وأكد خلال عرض عسكري قدمته زرايا طلاب كلية الشرطة بحضرموت اهتمام الرئاسي والحكومة بمطالب أبناء حضرموت المشروعة مشيرا إلى العمل على تشكيل لجنة للنزول إلى محافظة حضرموت للاطلاع على كل القضايا والمطالب والعمل على تنفيذها في إطار القانون والدستور ودع العليمي أبناء حضرموت ومكوناتها وشخصياتها الاجتماعية للعمل معا للحفاظ على الأمن والاستقرار حذرت الحكومة من أن أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد مهدد بالإغلاق جراء تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي ما ينذر بتأثيرات سلبية على حاليات ملايين السكان وقالت رئاسة الوزراء في بيان أن رئيس الحكومة أحمد بن مبارك ترأس اجتماعا حكوميا في العاصمة المؤقتة عدن لبحث تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي وخلال الاجتماع حذر وزير الصحة قاسم بوحيبح من أن انخفاض التمويل للقطاع الصحي سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي وتعريض خمسمائة ألف امرأة لمخاطر الوفاة وحرمان ستمائة ألف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية أفادت مصادر محلية بتهدم عشرات المساكن معظمها لنازحين جراء السيول في قرى مديرية ميدي تابعة لمحافظة حجة وتداول النشطاء صورا وفيديوهات تكشف حجم الكارثة التي حلت في المواطنين النازحين بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مناطق متفرقة تابعة لمديرية ميدي وحيران وحرض وعبس شمالي المحافظة وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين قد أكدت تضرر قرابة ألفي أسرة نازحة جراء السيول الأمطار نهاية الأسبوع الماضي دعية إلى تقديم المساعدة الطارئة للأسر المتضررة نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة